لكن الجديد بالذكر أن الرب في الموعزة على الجبل قال حاجة تاني قال أنتم نور العالم وهنا نسأل أو المشاهد يسأل هو في مصدرين للنور الرب يسوع وإحنا ما أنت قلت أن الرب يسوع هو المصدر الوحيد للنور نعم المصدر الوحيد للنور طب إزاي يقول المسيح أنتم نور العالم في الحقيقة معروف أن نحن نعكس نور ونستمد النور نعم نستمد النور منه نعكس نور المسيح تماما مثل الشمس والقمر القمر الناس زمان كانوا حزبينه جسمه مضيء لكن لما العلماء بتوع الفلك والناس بتوع الفضاء ذهبوا للقمر لقيوا جسمه مظلم لكن ماذا يفعل القمر يعكس نور الشمس فإحنا كمؤمنين مفروض نعكس نور المسيح إلا إذا حصلت حاجة اسمها خصوف القمر ما هو خصوف القمر؟ خصوف القمر حينما تقع الأرض يا أخي نظار ده حاجة علمية يعني حينما تقع الأرض بين الشمس والقمر ينطفئ القمر شايف؟ وحينما يقع العالم والأرض وأمور الأرض بيني أنا وبين المسيح أنا مقدرش أعكس نور المسيح أنا هو نور العالم أنتم نور العالم وأول جملة ذكرها الله وقال الله ليكن نور فكان نور فيعني حتى في رسالة أو في إنجيل يحنى منشوف أنه المغزى النور بيتكرر عدة مرات سواء من الإصحاح الأول بيتكلم عنه أنه نور الحقيقي صحيح وبيتكلم عن قديموس وبعدين بالأخير بقول وهذه يدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت تأشريرها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر